لطالما سجل في عهد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني إنجاز تاريخي تمثل في سعيه الجاد لإنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق والتحول لشراكات أمنية ثنائية مع الولايات المتحدة يعد هذا الاتفاق مهمة سياسية بارزة للسوداني في وضع العراق على مسار جديد من الاستقلالية الأمنية والتعاون البناء كانت العلاقات العراقية الأمريكية وخاصة في عهد السوداني ولا تزال بوابة تقدم ملحوظ حول تفعيل سبل الشراكات الاستراتيجية كل هذا عكس أهمية الاتصال الذي جرى بين رئيس الوزراء ودونالد ترامب الفائز في انتخابات الرئاسة الأمريكية حيث كشف ترامب عن اهتمامه بلقاء السوداني وهو أول لقاء مرتقب من ترامب بزعيم عربي هذا الاتصال بحسب خبراء يحمل أهمية خاصة للعراق إذ يعكس اهتمام بغداد بتطوير علاقتها بواشنطن بحيث تتجاوز التعاون الأمني إلى مجالات أوسع تشمل الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا وفي ذات السياق يعكس الاتصال رؤية حكومة بغداد التي تسعى لتحقيق ترامب وعوده الانتخابية المتعلقة بإنهاء الحروب في الشرق الأوسط وعلى الصعيد العراقي ضرورة تنسيق الجهود بين الطرفين في تعزيز التواصل العراقي الأمريكي بما يمنح العراق فرصة لتحسين اقتصاده وتعزيز استقراره عبر الشراكة الاستراتيجية سيما وأن حرص بغداد على استمرار الالتزامات الأمريكية وكذلك العراقية يحقق ترجمة عملية لكل ما سبق من مخرجات لقاءات الرسمية وعلاقات دبلوماسية تخدم مستقبل البلاد والمنطقة كذلك